لن أستطيع أن أبدأ هذه الحلقة إلا عندما أتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شهد احتفالية قادرون باختلاف نسختها الخمسة الاحتفالية اللي أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية قادرون باختلاف هي احتفالية سنوية للأشخاص ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة المشهد النهاردة وكالعادة كان مشهد رائع احتفالية النهاردة شهدت عديد والعديد من الشخصيات السياسية والوزراء وكبار رجال الدولة والفنانين والرياضيين والإعلاميين فعلا احتفالية الحقيقة بتؤكد معاني كثيرة جدا من الإنسانية وبتؤكد معنى الحب أو مدى الحب والتقدير اتجاه أصحاب الهمم كلنا شفنا النهاردة كل المشاركين في هذه الاحتفالية وحبهم للرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني بيهتم بهذا الملف ملف أصحاب الهمم ودايما بيكون الداعم والمساند الأول ودايما بيكون في ظهر هؤلاء الشباب المحترم الجميل مشهد النهاردة كان عظيم جدا الحقيقة لما بنشوف الفرحة في عيون هؤلاء الأطفال من ذوي الهمم وفي عيون أهليهم حاجة عظيمة جدا جدا النهاردة كان فيه فقرات كثيرة جدا ومميزة ولقطات رائعة كلنا شفنا اللقطة الإنسانية الحقيقة عندما استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لرغبة الطفل عبدالله وصعد إلى منصة الاحتفال وسلم عليه طبعا وكان يعني بيعرب عن ترحيبه به وبكل المصابين الذين يتلقون العلاق في مصر مش بس كده أيضا فخامة الرئيس كان حريص على التواجد مع كل الأطفال المشاركين اللي أكد كمان سيادته في كلمته على دعمه لأصحاب الهمم وطالب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ عشر مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف وفعلا قادرون باختلاف الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا وحاجة محترمة جدا جدا أنا دايما كل سنة لما بجأتفرج على هذه الاحتفالية أنا ببقى سعيد جدا 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 كنت مدعو في سنوات سابقة لهذه الاحتفالية بشوفت دي إن إحنا عندنا رئيس إنسان رئيس بيحب هؤلاء الأطفال بيحب هؤلاء ذو الهمم بيعمل معاهم كل حاجة حلوة أو بيحاول يعمل معاهم كل حاجة لأنهم يستحقوا السند ويستحقوا الدعم الحقيقة في ظل هذه الظروف اللي احنا شايفينها كلنا ولما بتيجي تتفرج على هذه الاحتفالية أعتقد أن ناس كتيرة جدا بتعايت وبتعايت كتير مش عشان حاجة ولكن لأسباب كثيرة جدا أول هذه الأسباب الإنسانية اللي احنا شايفينها في عيون كل هؤلاء الأطفال النهاردة كان أحد الأطفال حريص على أن هو يقول أو أحد المدعوين أو أحد ذي الهمم كان حريص على أن هو يقول أنه عايز ياخد نادي الزمالك أو عايز يبقى متواجد في نادي الزمالك وكان متواجد الأستاذ حسين لبيب أو كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اللي لبى دعوة الرئيس مباشرة وقال له بكرة الساعة 3 يكون متواجد ويكون معاه كرنيه نادي الزمالك لو تفتكروا السنة اللي فاتت كان فيه أحد الأبطال من ذوي الهمم كان أيضا بيقول أنه عايز يبقى داخل النادي الأهلي تاني يوم برضو كان الكابت الخطيب في استقباله وإداله الكرنيه وكان أصبح عضوا داخل النادي الأهلي أمور كثيرة جدا جدا تدعوه للفخر عندما تنظر لهؤلاء الأبطال وهؤلاء الشباب أعتقد أن احنا كلنا بنبقى فخورين بيهم ومبسوطين بيهم وسعداء بيهم في نفس الوقت كلنا فخورين بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واللي بيعمله الحقيقة هذا رجل يستحق مننا كل التحية وكل التقدير في كل شيء الحقيقة وخصوصا في هذا الأمر اللي أنا بشوف أنه بيعمله من قلبه بيعمله من قلب قلب قلبه كمان وحبه لهؤلاء الأطفال اللي بتبقى واضحة على سيادته عندما يكون متواجد في وسطهم ممكن تكون فيه بروتوكولات معينة بتتعمل أو أمور معينة بتتعمل السيادة الرئيس مع هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال ما بيبقاش عنده مثل هذه الأمور الحقيقة بيكسر كل البروتوكولات عشان خطيرهم وعشان اسعدهم واسعد أهليهم فمرة تانية شكرا دائما للمنظمين هذه الحفلة على التلات أربع ساعات اللي بنبقى عاديين فيهم مجدودين من أول دقيقة لآخر دقيقة شكرا سيادة الرئيس على دعمك الدائم لذوي الهمم اللي احنا بنعتبرهم جزء وجزء أصيل من المجتمع وحيكون لهم دور في التأثير الشديد جدا جدا حتى ولو من الناحية الإنسانية على المجتمع خلال الفترة اللي جاي مرة تانية شكرا يا سيادة الرئيس دايما كل سنة ودايما يا رب تكون موجود معنا في وسط هؤلاء الأطفال والشباب الحقيقة اللي احنا بنستمتع واحنا بنشوفهم على شاشات التلفزيون شكرا جزيلا يا رئيس